موسيقى نستهل اليوم جولتنا في معرض الصحافة الورقية والإلكترونية بداية مع جريدة الشروق التي تطرقت إلى موضوع الساحة فكتبت وانطلقت سواريخ الرئيس وقف أجور وامتيازات الغنوشي والنواب تدابير خاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية مشاريع تعديلات متعلقة بالإصلاحات السياسية وفي السيق ذاته كتبت جريدة بزنس نيوز الإلكترونية قيس سعيد مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وكتبت جريدة الصباح تحت عنوان الصباح تنشر كامل شرح وتفصيل الأمر الرئاسي عدد 117 سعيد يطلق ثاني سواريخه وتناولت جريدة المغرب خطاب رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد وكتبت رئيسة الجمهورية وبداية تفعيل مضمون خطاب سيدي بوزيد دخول الأحكام الانتقالية حيز التنفيذ وبداية الخروج عن دستور 2014 وكتبت جريدة كابيتاليس الإلكترونية الفصلين الثلاث عشر والرابع عشر لحسيمان في حالة شغور أو مانع أو تعذر على رئيس الجمهورية القيم بمهنه وكتبت جريدة لابريس في افتتاحيتها سعيد يمر إلى السرعة القصوى وتناولت جريدة الصحافة في عددها الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2021 التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد وكتبت الرئيس يقر تدابيرا استثنائيا ويجمع كل السلطات بين يديه تفاصيل هذا الخبر في الصفحة الرابع نتواصل مشاهدينا ونتوقف عند الأمر الرئاسي عدد 117 رصادر أمس عن رئاسة الجمهورية والمتعلق بهذه التدابير الاستثنائية بش نتحدث معاك خالد عبيد شكرا على الحضور حظرتك جامعي ومتابع للشأن السياسي وخبير في الشأن السياسي الحقيقة أدعوك اليوم هذا المساء لتوقف الحقيقة عند مرة كتبت صدر لك في جريدة الصباح في 15 سبتمبر 2013 تقول أنه سبق لي أن أعلنت منذ أشر بأن هذا المجلس الوطني التأسيسي الذي سنذكره لاحقا بصفة اختزالية بموت لم تعد له شرعيته التاريخية الذي أفقدته مشروعية الوجود ويترتب عن هذا الموقف أنه حتى وإن اتخذ هذا المجلس قرارات أو أصدر الدستور أو صن قانون الانتخابات وكون هيئة الانتخابات فإن ذلك لن يعفيه أن تكون قراراته منقوصة وفاقدة لأثارها التاريخ وأن هلل البعض بمكاسبه من المفروض يكون الدستور يصدر وقتها في سنة اصدر في 2014 وحسب ما قلتك وهنا وما دونته في جريد الصباح في 2013 ما بني على باطل فهو باطل لأنه بعد توقف عند الكثير الحقيقة من المواضيع التي تكتبها وتنزلها وتنشرها في الصحافة كيف استقرأت هذا الفشل الذي تنصل له اليوم مع المنعطف في التاريخ الذي تعيش على وقع تونس منذ 25 جوليا 2021 أولا شكرا على الاستضافة ثانيا القولة التي ذكرتها هي مأخوذة من جريدة الصباح في 2013-15 سبتمبر هي تأتي وفق مقالات بديت نكتبها في أشياء السياسي التونسي هي لا محالة قبل 2011 ولكن خاصة من 2011 إلى حد الآن أكتب باستمرار وأتابع ما يحدث على الساحة السياسية فهذه القولة هي تبين أنه ضرورة بالنسبة للإنسان الذي يتابع ما يحدث عليه أن لا يكتفي بالنص لأن النص عندما نريد أن نقرأ النص لا يجب أن نقرأه كما هو قال النص قال فلان قال الحكيم قال الفيلسوف قال الأستاذ القانون إلى غير ذلك يجب أن نضع النص في إطاره التاريخي وفي ظرفيته تاريخية فإذا تمكننا من أنضعه في ظرفية تاريخية وقتها نجم ونقرأه واقعنا ونفهم ونصنا ونفهموا علاش تصير تحركات أحيانا البعض يراها فجأة تحدث في التاريخ لكن هناك أشياء تم معناها تتحضر شيئا فشيئا وتوضحت الرؤي فيها من بعد إلا قاعد يحدث الآن هو لا يمكن أن نفهمها إلا عندما نرجع إلى سنوات وراء مراكمة يعني لا شكة ولا جدلة فيه مثلا مايش أحنا نقوله التاريخ تاراكم مثلا مايش حاجة فجأة حثت مثلا مايش 25 جويلة جامل عدم مثلا مايش قرارات أخذت من عدم مثلا مايش ردود فاعل ضد هذه القرارات أخذت من عدم هناك دائما مراكمات يجب أن نفهمها ففي رأيي مثلا الجدل اللي قاعد يحدث حاليا في تونس هو جدل أعتبره محمود بل بالعكس وججعه لي سبب بسيط مدام هو معنا هذا الجدل الذي نراه لم يتجاوز الأداب المتعرف عليها وبقي دائما في نطاق ما يسمى نوعا ما سلوك حذاري هو أمر مرغوب لماذا؟ الحجة بالحجة والنقاشات ورأي ورأيه الحجة بالحجة والنقاشات لماذا؟ لأنه يبين أن تونس فعلا تعيش حراكا حقيقيا وأن هناك هامش كبير من الحريات والنفس الديمقراطي موجود وهو الذي يمكن من أن هكذا أصوات ترفض هذه القرارات وهي أصواتها عالية لكن برغم أن أصواتها عالية وتنادي وتقول إنقلاب وخروج على الشرعية وضرورة تمسك بالدستور وكل لكن برغم من ذلك أصواتها عالية هذا دليل على أن هناك هامش كبير من الحرية مكن هذه الأصوات من أن تتكلم لكن اللي اهمني مش هذا اللي اهمني مش أن هذه الأصوات تقول هذا كذا انقلاب واصوات أخرى تقول بل بالعكس تبارك اللي همني حاجة أخرى ما أهم هو يجب أن نبعث ونخرجوا الناس ورأي العام التونسي اللي يتبع فينا اللي العديد منهم هوش فاهم فاش قاعد يحدث بالضبط نتيجة هذه الدعاية الكبيرة اللي قادر لاحظوا فيها حاولوا نفهم شنوة لصات شنوة خلاننا نوصلوا ليك بالفعل هذا هو السؤال اللي حبيت نسأله لك بين اللي قلت هذا انقلاب والتفاف على الشرعية الدستورية وعلى المسار الانتقال الديمقراطي وبين من يبارك لأنه يعتبر أنها كانت عشرية سوداء بين محقفين ويعتبرها عشرية فساد شنوة اللي صار شنوة اللي ممشيش في هذا الانتقال الديمقراطي اللي خلاننا وصلنا إلى خروج الشعب التونسي في مظاهرات احتجاجية ورافضة للواقع في صباح 25 جوليا وأهلان قيس سعيد رئيس الجمهورية لهذه التدابير الاستثنائية 25 جوليا واللي أردفها البارح بهذا المرسوم الرئاسي عدد 117 هو كما قلت لك احنا يجب أن نخرج من هذا الجدل الى اعتبره عقيم حسا حقيقة ويقسم التوانسة ويقسم التوانسة مؤسف جدا أنه نتقسمه حتى ومش بش يقدمنا المشكلة في رأيي العميقة مش في أنه هل أن هذا هو دستوري أم هذا غير دستوري هذا انقلاب أو هذا ليس هذا هو حالين نترفعه ونشوفه ما ينفعه نفهم بالضبط نحاوله ونفهمه في العمق أنا في رأيي من نجمه نفهمه لماذا وصلنا إلى 25 جولا ولماذا خارج التوانسة بهذه الطريقة مبتهجين جزء كبير من التوانسة مبتهجين وحتى الأحزاب التي هي جاءت هذه القرارات ضدها رأيناها كيف هي نفسها دخلت معناها في نقاشات داخلية وخلافات داخلية فيما بينها وتحاول أن تبقى وتعيش انقسامات كبيرة لأن هناك شيئا ما هو على الأقل حاجة ثابتة كل الأطراف التي تعارث قرارات رئيس الجمهورية هي لا تعارث وهي تدرك جيدا أن هناك خلال كبير في المنظومة السابقة وفي الدستور ذاتها وهي تدرك ذلك لكن في ذات الوقت نراها تتشبث الآن بالدستور يعني هذا أيضا يبحث إلى التناقض أنحب نرشع بيك إلى ما قبل هو نحن نعرف في 2011 شنو اللي صار في 2011 صار هناك تحرك شعبي أدى إلى إنهاء نظام الرئيس حكم بن علي رئيس زين عبدين بن علي رحمه الله رحمه الله اللي صار من بعد شنو اللي احنا اللي همنا ثم أصوات بدأت تتعالى في تلك الفترة هل أننا نبقي على دستور 1959 وربما ندخل عليه بعض الإصلاحات أم أننا نذهب إلى التأسيس من كان يظن أنه قد حدثت ثورة حقيقية خاصة هنا الأحزاب اليسارية الراديكالية دعت بقوة إلى التأسيس وذهب التونسيون إلى التأسيس واللي غنم من هذا التأسيس وربح من هذا التأسيس هي أحزاب أخر غير الأحزاب اليسارية التي دعت إلى هذا التأسيس هذه ناحية أولى الناحية الثانية بالنسبة لأنه عندما نحن ذهبنا إلى التأسيس التأسيس أو إصدار قانون دستور جديد على الأساس سنة واحدة فقط نحن نعرف أنه تم تجاوز ذلك ولهذا سبب نجم تفهم القولة أو الكتابة التي اكتبتها فيما يخص المجلس التأسيسي على أساس أنه قد انتهت شرعيته التاريخية لأن هناك قيمة قد تم تجاوزها في أجدل القاعد يحدث في 2011 و2012 كان هناك توجهان توجه يده إلى ذوت أن يكون هناك نظام رئاسي لكن كان خوف كبير جدا من النظام الرئاسي لأنه يعتبر في تلك الفترة عديد الأطراف ترى هذا نظام رئاسي وعنوان للاستبداد والعودة للكليالية والشمولية والنظام الرئاسوي بينما الذي كان لم يكن نظام رئاسي وهنا الخلط كان نظام رئاسوي وهذا النظام الرئاسوي هو الذي أدى إلى الاستبداد وفي ذات الوقت الذي يدعو إلى نظام آخر وهو نظام البرلماني لماذا؟ لأنه يدرك بالنسبة إليه أنه من خلال نظام رئاسي لا يمكن أن يسود ويتحكم بل بالعكس من خلال تجربة النظام برلماني سيتمكن بطريقة أو بأخرى من خلال سياسة المراحل أن يتغلغل في العمق المجتمع التونسي وفي عمق دوليب الدولة ثم فيما بعد يذهب إلى النظام الرئاسي فلكن المشكلة فيما تتمثل هناك فما علة أخرى ما هي؟ أنت تقول في مقال آخر سأرجع إليها سأرجع إليها فاضل واصل وقت التحث على النظام السياسي سنذكر هذه العلة المشكلة فيما تتمثل تتمثل في أن المزاج الشعبي التونسي عندما هؤلاء الذين فكروا في اختيار نظام السياسي جديد لتونس لم ينتبهوا إلى أن هناك مزاج شعبي تونسي ظارب في عمق المخيال الشعبي التونسي وفي عمق الذاكرة الجمعية للتونسيين الذاكرة الجمعية للتونسيين تستبطن دائما فكرة القاءة فكرة الشيخ الشيخ القبيلة الزعيم الأب وهي سيمة المجتمعات العربية الإسلامية كلها بدون استثناء وهذه السيمة جاء هذا النظام فجأة وأنهاها هذا أولا ولذلك رأينا في انتخابات 2014 وفي انتخابات 2019 بالرغم من أن الانتخابات الرئاسية تعتبر نوعا ما ضعيفة مقارنة بالتشريعية بالنظر إلى النظام السياسي اللي نعرفوه لكن كانت تأخذ قيمة أكبر وزخم أكبر ودعاية أكبر واهتمام أكبر من التونسيين الرئيس الجمهورية كانت محدودة ضعيفة كانت لكن برغم من ذلك كانت هي التي تأخذ بالاهتمام الأكبر من المواطنين لأن المواطن التونسي في داخله دائما يشعر بهذه النقطة اللي اذكرتها لك فكرة الأب الذي يبحث عنها أو الزعيم أو شيخ القبيلة لكن اللي يقلق في هذا كلها أيضا من ناحية أخرى أن هذا الدستور الذي تم الإتيام به دستور 2014 احتوى على نقائص أعتبرهية التي أدت إلى أن نصل إلى ما وصلنا إليه دستور 2014 هو دستور التعطيل الثلاثي أسميته التعطيل الثلاثي الأضلع لا يمكن لأي كان من هذه الأركان الثلاثة للحكم أن تحكم إن أرادت مثلا أن تحكم أراد الرئيس الجمهورية أن يحكم فإنه سيجد تعطيل من رئيس الحكومة هذا عشناه في الدستور الصغير مع المرزوكي ومهتي جمع عشناه مع الباجي قيد السبسي حبيب الصيد مع الباجي قيد السبسي ويوسف الشهد وعشناه أيضا مع سيد قيس سعيد وسيد المشيشي فهذه السمة بالذات والفخفة أصبحت متكررة ومن هنا تنرجع للعلّة التي ذكرناها الناحية الأخرى في هذا الدستور هي أن هذا الدستور يفتت الدولة المركزية لأن الذي قام بصياغة هذا الدستور يعتقد بأنه عندما يفتت الدولة المركزية من خلال اللامركزية والسلطة المحلية إنما سينهي إمكانية أن يكون هناك استبداد في الحكم لكن هؤلاء لا يعرفون العمق التاريخي الذي يتمثل في أن الدولة التونسية مشروعية وماهية كيانة الدولة التونسية يتمثل في المركزية وفي مركزية الدولة فالدولة التونسية عندما يقع إنهاءها أو تقسيمها أو تقزيمها فإن الوطن هو الذي يتلاشى ويضيع رأينا هذا كيف؟ رأينا كيف أنه من 2011 بعد أن كنا من خلال التحرك الكبير الذي حدث ما الذي سقطه؟ سقط النظام لكن الدولة لم تسقط لكن لو وصلنا في تطويق هذا الدستور وتركناه يذهب إلى الأقصى فإن النتيجة ستكون نهاية هذه الدولة ستسقط حتما لأن هذه الصراعات ستحتد أكثر فأكثر ودخلنا في النفق المسدود ثم فيما بعد عندما هذه الدولة تنهار سينهار معها الوطن الذي هو اسمه تونس هذا أولا ولماذا أقول هذا؟ لأن طبيعة المجتمع التونسي هي في عمقها طبيعة قبائلية في جزء كبير منها وهذه الطبيعة القبائلية تعودت على أن هناك دولة مركزية قوية هذه الدولة المركزية قوية إذا ما ضعفت فإن سلطة القبيلة تقوى وسلطة العرشية تقوى وتصبح هي التي تتحكم في منطقتها هذه في العصور الحديثة التحدث المشتوى وهذه الفكرة فكرة المخزن وفكرة السيبة البلاد المسيبة ما زالت موجودة لحد الآن في لاوعينا الجماعي التونسي ولهذا السبب عندما رأى التونسي أن الدولة المركزية قد ضعفت بعد 2011 وأصبح هذا الضعف مقننا من خلال دستور 2014 الذي يجعل من هذه السلطة تتفتت من لحظة أخيرة رأينا كيف أنه لم يعد هناك احترام لهذه الدولة لقيمة هذه الدولة وهيبة الدولة ورأينا حتى من خلال تطبيق الحكم المحلي ما زالنا ما تطبقناهش يا ربي لا مال عليك ورأينا أنه رئيس بلدي واللي هو يعتبر المنطقة هذه منطقة محرمة متاعوا ما يسمعش حتى لرئيس بلدي رئيس الجمهوري بشيطر والرئيس البلدية الاخر وكل هو هذا الحد متاعي تتجاوز ورهبش نعمل كذا وكذا وصلنا إلى هذا المنطقة والأبها اللي ذهب إليها رؤساء البلديات زادة وكلها واصفوا يعتبرون أنفسهم الحاكمين بأنفسهم لو وصلنا إلى الأقصى واتطبقنا كل القوانين المتعلقة بالسلطة المحلية اللي هي الحد الآن ما تطبقتش في جلها ومع هذه الحقلية ونوك توقف وقت بشو لا بش نرحو كما كنا في مع قبائل بني هلال في القرن العاشر وحداش ميلادي تونس كل مدينة دولة على روحها وكل عرش هو دولة على روحه وتنتهي دولة اسمها تونس يحب يستبدع بثرواته وإمكانياته وهذا اللي صننا له والمشكلة في هذا أنه تحدثنا على هذا الدستور من هذه الناحية فماذا كانت النتيجة؟ هذه العطالة الثلاثية التي ذكرناها هي التي جعلت أن كل شيء يتوقف مثل ما نرى في ذات الوقت هناك أزمة اقتصادية تستفحل شيئاً فشيئاً وهذه الأزمة الاقتصادية والسياسة الشيء يقول لك السياسة بالنتائش فعندما لا تكون هناك النتيجة تكون نتيجة هزيلة عندك التونسي كيف يمكن أن يحكم عليك؟ كيفاش النجم أنت يقبلك؟ قطع نظر أنت كيف تحكم؟ بحاجة واحدة التونسي هذا بالذات إذا ما رأى أن مقدرته المعيشية لبس عليها في تحسن بل في تحسن وإذا ما لاحظ بأن بطنه ليست بخاوية وإذا ما لاحظ بأن المستقبل أمامه لأبنائه هو مستقبل يراه معناها مية فإنه سيساندك لكن وقت يراه أن كل هذا مظلم وتحب أن تساندك على أي أساس ولهذا السبب كانت تحبت نجم تذكر العلة بالفعل أنت لحتيك صحة أتيت على الأسباب التاريخية والانتروبولوجية والسيميولوجية وما شاء الله عليك في التقديمة بتاعك فما العلة الأخرى التي تتحدثت عليها غير التخوف من الملء السبداد والنظام الرئاسوي والحقيقة تردي الوضع الاقتصادي اللي هو حتى توطيد الانتقال الديموقراطي ما يكون كان مؤشرات اقتصادية ودخل فرد فدخل معين للفرد والكثير المؤشرات تدخل كذلك النظام الانتخابي الذي تم اختياره والذي كيف ما كنا نتابعه في البلاتون مع حتى البلاتون الولاني اللي كان فيه سيزاك الرحموني وكل يقول انه التبثيلية متاح التونسي ما يلقاهاش فعلا في هذا المجلس لانه هي باكبر البقايا معناها ناس عندها معناها 0-5% من تبثيلية متاع الناخبين تمثلوا وهي ما عندها حتى علاقة حتى بالمنطقة اللي هو عايش فيها وبالناخبين هو النظام الانتخابي عندما تم وضعه قدة على اساس انه لا يسمح لأي تقوة كانت ان تتحكم في المشهد السياسي هذه ربما تكون صالحة عندما كان هناك مجلس تأسيسي لكن بعد ذلك بعد ذلك هذا غير ممكن ورين النتيجة كيف هي لكن المشكلة ليست في نظام الانتخابي فقط المشكلة هي حتى في هذا الدستور وهذا ما ذكرت من خلال القولة لان مواقفي اليوم اسمعت محلل احترمه جيدا ذكر بان هناك البعض من الذين يعبرون عن مواقف تساند رئيس الجمهورية مثلا وسمى بعض الاطراف ذكر بانه لكن هذه ما سمعنا هاش تتكلم عن هذا الدستور وعن الوضع تتحدث صحيح لكن هناك اصوات اخرى تكلمت ومنهم صوتي منذ اكثر من مرة ومنذ سنوات وتحدثت حتى على بضرورة ان ينتهي هذا الدستور وضرورة ان يتغير هذا الدستور وتمت مهاجمتك على ذوء ذات بالضبط وذكرت حتى ان المجلس التأسيسي هذا مثل ما ذكرت انتي قد فقد مشروعيتك ماذا يعني هذا يعني انه حتى على وقع الظرفية ووقع وثقل الظرفية التاريخية الا برشة السياسية حتى الان ما مش منتبهيلها هذه الظرفية التاريخية التي تؤثر وتحدد وهي التي كانت سببا في ان كل قرارات المجلس التأسيسي كانت قرارات منقوصة تاريخيا منقوصة من ناحية الشرعية والتي وهي التي ادت الى ما ادت اليه الان فهذا الدستور لست انا استاذ قانون دستوري بطبيعة الحال لكن هذا الدستور اعتقد انه لم يعد دستور ممكن ان يكون صالح لهذه البلاد وهذا ذكرته منذ سنوات وذكرت حتى في خاصة ان الدستير تقد وتكتب وتدون لتبقى مئات سنين كيف نرى الدستور الامريكي ومعنىها لعشرات ومئات السنين خلينا نرجو على الامر الرئاسي اللي صدر امس لتنظيم يعني لحقيقة التنظيم الصورة خاصة هذا يعني الاحكام الانتقالي اللي بش نظم سير البلاد في الفترة القادمة زهر الفضلي وثم نعود للحديد في البلاتون أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعة أمر رئاسيا عدد مئة وسبعة عشر يتعلق بتدابير استثنائية وصدر في ذات اليوم بالعدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الرئاسي الذي تضمن ثلاثة وعشر فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب الفصل الثاني يتواصل رفع الحصان البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب الفصل الثالث يوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه الباب الثاني التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية الفصل الرابع يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مرسيمة يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء لا يجوز عند سن المرسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية الفصل الخامس تتخذ شكل مرسيم النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات تنظيم العدالة والقضاء تنظيم الإعلام والصحافة والنشر تنظيم الأحزاب والنقبات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتموينها تنظيم الجيش الوطني تنظيم قوات الأمن الداخلي والدوانة القانون الانتخابي الحريات وحقوق الإنسان الأحوال الشخصية الأساليب العامة لتطبيق الدستور الواجبات الأساسية للمواطنة السلطة المحلية تنظيم الهيئات الدستورية القانون الأساسي للميزانية إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية الجنسية الالتزامات المدنية والتجارية الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية العفو العام ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها نظام إزار العملة القروض والتعهدات المالية للدولة ضبط الوظائف العليا التصريح بالمكاسب تنظيم المصادقة على المعاهدات قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية المبادئ الأساسية للنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي الفصل السادس مشاريع المرسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني الفصل السابع لا تقبل المراسيم كالتعني بالإلغاء الباب الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية الفصل الثامن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة القسم الأول رئيس الجمهورية الفصل التاسع يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية الفصل العاشر رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوذ لرئيس الحكومة ترأسه الفصل الحادي عشر يصهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوذ كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة الفصل الثاني عشر يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية القيادة العليا للقوات المسلحة إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء إحداث وتعديل وحظف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحيتها إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدولة الأجنبية لديه التعين والإعفاء في جميع الوظائف العليا المصادقة على المعاهدات العفو الخاص الفصل الثالث عشر لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوذ سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر الرئاسي وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر الفصل الرابع عشر عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدولي بالدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء إذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشاري إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية وفي هذين الحالتين الأخيرتين تجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصى تسعون يوما من تاريخ الشهور يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل السادس والسبعين من الدستور الفصل خمس عشر لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم وإذا ما أفضل الاستفتاء إلى المصادق على المشروع فإن رئيس الجمهورية يزدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء القسم الثاني الحكومة الفصل السادس عشر تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهما رئيس الجمهورية يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقر الأخير من الفصل التسعة وثمانين من الدستور الفصل السابع عشر تصهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة تبقى التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية الفصل الثامن عشر الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية الفصل التاسع عشر يسير رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دولي بالإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية وينوب عند الاختضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر الباب الرابع أحكام ختمية الفصل العشرين يتواصل العمل بتوتيئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي الفصل الحادي والعشرين تلغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الفصل الثاني والعشرين يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي كانت هذه حوصلة وتقديم لما ورد للأمر 117 الرئاسي الذي صدر أمس عن رئيسة الجمهورية لغط بين مبارك لهذه الأحكام الانتقالية وبين رافض واعتباء معتبرها أنها التفاف على الدستور وتقويض لهذا الصرح الديمقراطي الذي من المفروض كانت تعيشه تونس في العشرة السنوات الأخيرة سؤالي خالد عبيد إلى أي مدى يعني الطبقة السياسية يعني عندها يعني تواصل وقرب والتحام مع الواقع مع المواطن التونسي العادي نحس أنه خب السياسية هل هي في قطيعها فعلا لأنه حسب البرومتر السياسي هناك مازال فما الدعم للرئيس قيس سعيد هي كلمة معروفة يعني بعد 25 فيله بعد تعطل ممكن صدور الأحكام الانتقالية وكل برأيك أي القراءة لماذا هناك دعم لرئيس الجمهورية لأنه منذ سنوات لاحظنا أن هناك قطيعة تزداد شيئا فشيئا بين النخبة السياسية التي نعرفها وبين عموم التونسيين أو جزء البأسبي من التونسيين وهذه القطيعة بدأت أحيانا في شكل عفوي من خلال قبل ما تكون قطيعة من خلال عزوف التونسي بشيشارك في الانتخابات نحن نعرف أن الجسم الانتخابي هو 8 ملايين من التونسيين لكن الذي يشارك في نهاية الأمر هو عدد قليل أخيرها في 2019 انتخابات تشريعية مليونين ونصف تقريبا عزوف يعني أقل من النصف هو 4 ملايين وبينما الذي يشارك زوز ملايين ونصف يعني هذا يفقد نوعا ما نسبيا شرعية الانتخاب الذي حدث هذا أولا ثانيا هناك قطيعة هذه ترجع نحن كلما نعرفوها مشهورة تقولك السياسة هي نتائش الحصيلة كيف هي نحن نمشي بالحصيلة الحصيلة هي سلبية وكل الأطراف تدرك جيدا أن الدستور قد انتهى لكن الأطراف التي هي وراء الدستور هي لا تريد أن تغيرها حتى هذا الدستور عندما تريد أن تعديله تجد كل المنافذ قد أغلقت حتى أبسط حاجة وهي المحكمة الدستورية التي كانت دستوريا يجب أن تكون في 2015 لم يقعد القيام بها إلى حد السنة هذه لماذا في هذه السنة؟ لأنه وقت هناك صراع مع رئيس الجمهورية ولا وقت ثم التفكير في المحكمة الدستورية من أجل الذهاب فيما بعد إلى السيناريو تعزل رئيس الجمهورية وهذا طرح وقيل حتى في أرواق البرلمان لكن الذي يهم أكثر في كل هذا أن هذه الدستور التي سدت منافذه الطبقة السياسية الحالية لتوقع درلوفاه تعمل في جدل كبير حول ضرورة الرجوع إلى الدستور وضرورة تمسك بشرعية الدستور هو مثل ما ذكرت هذا أمر محمود لكن هي يجب عليه أن تنتبه إلى معطى أساسي وهو أن هذا الركن الذي تعتمده في دعايته هو غير سليم لماذا؟ لأن أصل قطيعة التونسيين تجاه النخبة السياسية وعزوف التوانس عن السياسيين وذهابهم إلى طروحات رئيس قيس سعيد إنما يرجى إلى أن هؤلاء السياسيين لم يكونوا قادرين أولا على الأقناع بل بالعكس أثبتوا فشلهم من قلال جربة ففشل والنتيجة ما هي أنك عندما تتمسك بحاجة إلا هو التونسي عامة التونسي ليس المؤدلش ولا ليس متسيس يعتبر أن هذه هي سبب البلا أنت تقول لا نحبها تقعد موجودة بطبيعة الحال القطيعة ستستمر ولذلك إذا أردت أن تعرض توجهات رئيس الجمهورية فكر في طريقة أخرى تعدعاية من أجل أن تجلب التونسي إلا بعد وعليك وشأنك تزيد تنفرهم منك حتى تصبحوا هذه الأحزاب وكأنها جنرالات مغير جيوش وهذا الذي يقلقني لماذا؟ لأنه بالنسبة إليه يجب أن نحافظ على المسار الحقوقي ومسار الحريات وهو أمر هام جدا وضروري بالنسبة لرئيس الجمهورية أن يقوم باستشارة أطراف لهذا الدور وثقل تاريخي وثقل كبير جدا في تونس وهي وهي المنظمات الوطنية وتحديدا الاتحاد العام التونسي للشغل من الضروري أنه يفتح أبوابه لهذه المنظمات العريقة يتشاور معها ينصد إليها لأن من بين أسباب عدم نجاح في تجربة سنوات الخرابة التي أسميتها بالمناسبة من سنوات في بعض المقالات هذه العشرية التي مرت من بين أسباب فشالها أنه كانت هناك رغبة من أجل الإجهاز على دعامة إحدى دعمات دولة الوطنية الحديثة وهو الاتحاد العام التونسي للشغل بقطع نظر على بعض الأصوات نسمحها تلوم الاتحاد إلى غير ذلك وبرشة أشياء لكن يبقى دائم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والاتحادات المهنية أمر هام وحياتي بالنسبة للدولة التونسية وهي شريك في الوطن وضرورة نعم وقطعات مهمة وضرورة تشريك هذا أولا والأهم من كل ذلك أن قيس سعيد رئيس قيس سعيد هم يلومونها لماذا اتخذ هذه القرارات لكن علينا أيضا أن نلومهم لماذا هم خلقوا الظروف التي تم استغلاله كيف شو صلنا كيف شو صلنا 25 جويلة نعم وصلنا إلى هذه الفترة فتت 25 جويلة لأنه هذه الفترة أنا سبقا حتى قلتها صارتنا هذه نقطة ربما أخيرة المجتمع التونسي صارت له حصانة من ماذا طو كان احنا نسلوا حتى صغار وكل معناها احنا في عائلاتنا يقولوا كان قلولهم التعاضد اللي صار في الستينات كان يرجع طو ستجد رفض بالنخم اللي التعاضد فكرة بيها يا راهي لكن هناك رفض مجتمعي لهذه الذاكرة أصبحت هناك حصانة في المخيال الشعبي والجماعي التونسي لأنها تفقير وتشريب وفتكير هذه العشرية التي مرت هي عملت حصانة أخرى وهي حصانة من الإسلام السياسي ومن الفكر الذي يعتمد يستغل الدين في السياسة والخلفية الدينية السياسية أصبحت هناك حصانة التونسي الآن عنده حصانة من كل من يحاول أن يؤثر عليه من خلال استدرار العاطفة الدينية اللي هي موجودة لدى كل التونسيين معتش تنطلي عليه مثل ما انطلت عليه في 2011 وأعتقد أن نحن بدأنا الآن في حصانة أخرى وهي حصانة ضد أي إمكانية ليرجوها الاستبداد دينا نشعروا فيها ولهذا السبب هذه الحركية أعتبرها محمودة لأن الكل لا يريد أن يكون هناك رجوع الاستبداد وهذا الذي على الأقل عبر عنه رئيس الجمهورية ونحن لا نذهب بالأقوال فقط بل بالأفعال والأفعال أعتقد أنها سنراها في قادم الأشهر ونرجو أن لا تتواصل كثيرا هذه الفترة وأن نذهب إلى ما يريدها التونسيون فصحيح هو السيادة للشعب لكن يبقى دائما الاستفتاء هو الفيصل رأينا بالنسبة لفرنسا مثلا لأن طول عديد يستعملنا تجربة فرنسا لماذا قلتني محمود وقت جنرال ديغول خرق الدستور في 62 من خلال الاستفتاء كان موقف فرنساو ميتيران هو كتب كتاب مشهور جدا اسمه الانقلاب الداء وبرغم من ذلك حدثت انتخابات في 65 وسقط فرنساو ميتيران في هذه الانتخابات وهذا دليل على الأقل برغم من أن هناك أصوات ترفض ما قام به جنرال ديغول من خلال تعديل الدستور يعتبره غير قانوني في 62 لكن برغم من ذلك كان هناك نفس ديمقراطي والتحرري أدى إلى ما أدى إليه أكيد الحديث يطول في هذا المضمار ولنا عودة مرحبا بيك وشكرا على حضوركم معنا اليوم خالد عبيد الجامعي والخبير السياسي شكرا لكم مشاهدين على حسن الانتباه هنتمنى لكم وصلت مشاهدة طيبة لبرامج الوطنية الأولى إلى اللقاء اشتركوا في القناة